السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا جميعا في احسن حال اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم احنا هنا فين في الرويع اول العتبة عند جراج وسنترال العتبة دخلتنا هنا النهاردة كمان هندخل ونشوف جولتنا النهاردة اليوم الحد تابعوا معايا الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم من بيت العيلة الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله طبعا مبدئيا كده كانت لسه الفرشات اللي برا ولحد ما وصلنا هنا كانت بدأت الدنيا هنا تزحم ومبدئيا يلا نشوف الاسعار ونشوف الفرشات اللي موجودة اسعارها ايه معانا النهاردة الفرشات اللي انتوا شايفينها طبعا دي بقت تفرش متأخر كمان شوي يعني كنت الاول اروح على الساعة 8 نلاقيها الدنيا زحمة والدنيا آآ فرشات كتير نحد تقريبا الساعة عشرة آآ كان يا دوبك بدأت الناس تتحرك وخاصة كمان ان لما هرجع هوريكم الفرشات اللي بدأت تفرش كمان الفرشة دي كانت عليها كل حاجة بخمسة جنيه آآ خمسة وخمسين معزرة آآ بس بصراحة كان عليها صنادر حلوة قوي وآآ موديلات كتير واشكال كتير يعني كل ما بتقلبي بتلاقي حاجات حلوة ومقسات كتير الفرشة دي جنبها على طول كان عندها دي بصوا يا جماعة احنا بنسيب ملصد ناوي بندخل من جنبه على طول الشارع بتاع الروعي الكتشايات دي كانت بصراحة كتشايات امر وخمسة وستين جنيه بصراحة يا بلاش فيها كتشايات وموديلات كتير او مقسات كتير يعني اللي عايز كتشايات للمدارس كمان اهي موجودة وبأسعار بجد يا بلاش خمسة وستين جنيه تعالوا نشوف كمان الفرشات اللي في الارض دي خمسة وعشرين جنيه كانت اي حاجة بقى وانتي وحزج الكتشايات امر شب شب كتشي شمطة يعني كوكتيل من الحاجات اللي انتو شايفانها دي اه جزمة بالشكل ده شب شب مثلا اهو زي الشب شب ده فاي حاجة هنا على الفرشة كتشايات كانت عجباني جدا بصراحة وسعرها خمسة وعشرين جنيه فبصراحة يا بلاش تعالوا على الفرشة دي كمان ونشوف الحاجات اللي موجودة في الصندل ده تحفة جدا اه والصندل بالنسبة للكعب والفلات موجود والوان كتير بقى في الفوشيا في الاحمر في المسترضة في الوان كتير جدا ودي التشكيلة اللي هو عرضها اه فوق على الفرشة اه سعر الفرشة دي كان كام خمسة وخمسين جنيه الكعب بقى والفلات بصراحة تحفة يعني بجد يا بلاش كل دي يا جماعة تصفيات كل دي بتمقى خلاص تصفيات بقى تصفيات بواقي محلات من المحلات الكبيرة وفعلا اسعارها يا بلاش تعالوا بقى على فرشة الكتشيات الامر دي خمسة وسبعين جنيه بصراحة مش عايزة اي كلام الكتش حاجة قيمة حاجة كويسة جدا محترمة والله العظيم يا بنات اه او يا ولاد كمان بخمسة وسبعين جنيه تحفة والنهار ده لو عايزة كتشيات مدرسة هتلاقيها موجودة اسعارها حلوة او مركات وحاجات قيمة جدا وبصراحة يعني انا بشوف كمان الفرشات اللي بتبقى من فوق دي اه حاجات ما فيهاش ولا دفوات ولا فيها اي حاجة خالص الشنطة دي كانت خمستاشر جنيه بس انا كنت ملاحظة ان الزرار بتاعها اللي هو في الوش اللي هو العامل اللون دهبي ده كان شي يعني كان فيه مشكلة شوي فهو ده السبب اللي مخليها بخمستاشر جنيه الكتشيات دي بقى بكامية بنات خمسة جنيه بس للاسف فيه عيب ويعني عيب صعب قوي بصوا الكتش تحفة والله الناس كانت زحمة ومددايقة جدا اني مش لقيني الفرد يعني الكتش والفرد عايزين يعني كتش وفردة وفردة بس انا كنت شايفة ناس فوق كده يعني الشوية اللي من فوق هنا بيلاقوا بس عايزة مجهود يعني عايزة تقلبي بقى كويس وتدوري عشان خاطر تلاقي الكتش وفردته بصوا دي كمان كانت حاجات تانية من نفس الفرشة بخمسة جنيه بس هما كانوا عمالين طبعا بينقوا بيقلبوا بيقولوا اي ده ده كل حاجة فرادي بس بس والله انا شفت ناس خدت الكتش مع بعضه اللي كان بخمسة جنيه يعني بيتقلبي بقى وانت وحظك الفرشة دي كانت بيتبيع بمية وخمسين جنيه بقى مقاساتك كبيرة والجزم الجلد الطبيعي الجزم الراوعة العسل دي بصراحة قمة الشياكة شايفين شكلها بصوا اللي عايز بقى جزمة قيمة حلوة قوي الوان بقى كتير الشبابي بقى والاولادي والرجالي واشكال كتير منها وكان سعرها مية وخمسين جنيه تعالوا على الصنادل الامر دي بصراحة موديلات حلوة قوي انا بصراحة عجبوني جدا سواء الفط دي او الاسود كمان يعني الشياكة كلها بصوا شكل الصندل مع الروباط بتاعه يجنن وسعره كام خمسة وسبعين جنيه معادة بقى الصنادل اللي هي فلات كان سعرها خمسة وخمسين جنيه بس بامانة الجلد اصلا تحفى خامة الصندل اصلا يبا لاش يعني دا لو انت هتدخل المحلة هيتشتري بمبلغ محترم يعني تعالوا على فرشة الكوتشايات دي كمان بصوا الفرشة اللي هي كان بمية وخمسين كان عامل سعر كده موحد مية وخمسين جنيه عشان خاطر ان هي دي حاجة عالية وكمان فيها مقسات انما الفرشات اللي هي بتبقى يعني الفرشة اللي عدت الكوتشايات دي كانت خمسة وستين جنيه ليه بقى ما بيبقوش مع اللي ينسى على زي كده لان بيبقى انت وحظك بقى المقاس انت وحظك يعني ممكن تكون عايزة مقاس كبير مش هتلاقيه هي دي الحاجات اسمها بواي او تصفات ودي اللي بتبقى موجودة دي نفس الكلام الفرشة اللي انا شفتها بخمسة وسبعين جنيه لا دي حاجة تانية يا بنات دي كانت اظن كده اساً انه نتاكد من السعر برضو عشان نبقى عارفين واخدين بالنا كمان من الاسعار بصراحة كشكل تحفة الجزمة اصلا بكعبة كده وحلوة او دول كانو بواي يعني تصفيات وكان هما كم واحدة يعني ما كانش فيه منهم كتير وكان سعرها خمسة وتلاتين جنيه. بصوا. كان بيقول اخر شوية عندي وانا بصفيهم وبخمسة وتلاتين جنيه. والله العظيم يا بلاش. كان فيه الشباشب. يعني الفرشة دي كوكتيل كده فيها كزا حاجة. شباشب تلاقي صنادل سوريه. بصوا. آآ الكعب الواحده حكاية. بالجد انا بحبه قوي الكعب اللي بيكون بالشكل ده. طحفة. قطعة واحدة كده والشكل بصراحة حلو قوي يا بلاش. خمسة وتلاتين جنيه تصفيات يا جماعة. آآ يعني بصراحة من اروع الاسواق اللي احنا ممكن عايزين نروحها وتشتري منها كل حاجة بتحبيها وعايز تجيبيها بارخص الاسعار آآ 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 قدامكم بخمسة وسبعين فرشة الكتشيات دي. والله يا بلاش. فيه كمان الفرشة الشباشب دي كانت عليها مجموعة شباشب حلوة او سواء بقى اللي هو بصباع او اللي هو وشه مقفول او اللي زي ما انتم شايفين كده. واي شب شب كان سعره خمسة وخمسين جنيه. الفرشة دي برضو كان سعرها خمسة وخمسين. آآ صبوات تلاقي صندل كعب تلاقي سوريه كمان موجود. آآ موديلات كتير. بصوا الفرشة دي بصراحة كان عليها تشكيلة كتير من الموديلات. الفرشة على الارض دي ما كانش في كتير يعني هو كان موجود الكوتش الاسود والكوتش الابيض وحاجات نقشات بسيطة يعني ما كانش فيه كمية كتير اوي. وكان بيبيحهم على خمسة وستين جنيه. بصوا شكلهم بامانة يا بلاش ما فهمش غلطة. آآ بصوا. آآ الفرشة دي كان بيبيع بخمسة وتلاتين جنيه. صناضل بقى جزم جزم زي ما انتو شايفين اللي هي المقفولة. فلات. تعالوا بقى على الفرشة الامر دي بجد انا زعلت اول اللي ما خدتش منها صناضل او كتش كمان. كانت خمسة وعشرين جنيه وفيها حاجات حلوة جدا. شايفين كل الكوتشيات سواء بقى كوتشيات سواء صناضل بنوتاتي. بصوا الجزمة. دي واحدة بس ما كانش فيه غيرها. الجلد بتاعها جلد طبيعي حلوة اوي طبعا عشان هي اخر قطعة. فبيبقوها بالسعر ده طبعا والجزء اللي انتو هتلاقها والقطعة اللي هتلاقي مش هتلاقي زيها. يعني هي قطعة وحيدة. نيجي بقى على فرشة الصناضل الامر دي. الصندل بخمستاشر جنيه. والله يا جماعة يا بلاش. خمستاشر جنيه بقى اي صندل. اهي. زي ما انتو شايفين تشكيلة بقى كبيرة من صناضل الاطفال. اه كوتشيات كمان لو انت عايزة كوتشي هتلاقي موجود. اه بس طبعا العيب او الحاجة الوحيدة اللي بتخلى اسعارهم بالشكل ده اني مفيش منها مقسات. يعني الحاجة اللي انت بتدوري عليها وبتلاقيها مقاسك او اللي انت عايزة خلاص خديها غالطول وانت مغمضة ما تتردديش. لاني كمان هوريكم الجولة لما هنيجي نلف ونرجع. في حاجات اصلا انا ملقيتاش. اي فين الفرشة اللي في الارض دي كان بيبيبوا عشرة جنيه. اه بواقي بقى محلات كمان من الشباشب اللي هي بكعب او الجزم. الفلات والشباشب تشكيلة كتيراية. بصوا الكعب تحسين ان هو زي الخشب كده. تعالوا على فرشة الشنط دي. كان بيبيع بكم? من خمسة وستين. والحاجات اللي ورا كان سعرها خمسة وتمانين جنيه. شايفين كل الشنط اللي قدامه دي كان سعرها خمسة وستين جنيه يا بنات. طبعا تشكيلة حلوة من الشنط الجلد اصلا جلد حلو قوي. اه بصوا كزا شكل كده او كزا موديل. وخمسة وستين جنيه يا بلاش. ودي كمان اللي هي ممكن بتتربط على الوسط. او بتتربط او بتتلبس كروس كمان. حلو او عملية كمان سهلة جدا في اللبس. تعالوا على الفرشة دي كمان. الفرشة دي برضو كانت فرشة آآ بوتات كوتشيات بصوا الكعب عامل ازاي? آآ جزم. آآ فكانت تشكيلة كده من الحاجات كلها وسعرها على خمسة وتلاتين جنيه. تعالوا على الفرشة دي كمان. دي فرشة كوتشيات بواقي وسعرها خمستاشر جنيه. يعني هي دوبك مضطربة حاجة بسيطة. ولو ركزنا فيها ممكن هنلاقي دوبك مسلا اطعم مش بينة قوي. الشباشف دي كانت على خمسة جنيه. طبعا بتقلبي وتدوري على الفرد لان يوم بصوا بيبقوا الكوم دا على بعضه كده بس تبضل تقلبي عشان تلاقي الفردة واختها. آآ كان عجبني جدا الشبش بالاطفال ده بصوا آآ بس للاسف ما لقيتش الفردة بتاعته انا جيت حطيتهم كده جنب بعض طبعا اللونين مختلفين الوردة اللي في النص كانت حمرة والتانية كانت فما كانش هينفع خالص مع اني والله في موديلات طالعة الايام دي تحس ان هي فردة وفردة اصلا يعني خاصة اللي هي الشباشف الرجالي. آآ في انواع بحسة ان هي فردة وفردة بس كانت آآ لما سألت عليها قالوا هو الموديل بتاعها كده. النهاردة فرشة الصياد كانت بتبيع آآ بمية اللي هي التصفيات الصنادل دي وكانت بتبيع بخمسة وخمسين جنيه الحاجات التانية اللي هي كانت امه خمسة وثلاثين قبل كده كمان. هنا بعشرين الحاجات اللي انتو شايفينها دي بقى صنادل اطفال آآ كدشيات آآ شايفين الكدش الزيتي ده او الاخضر شوية بصراحة كان شكله طحفة وعشرة جنيه يعني بصراحة يا بلاش كل دي طبعا فرشات بتقابلنا الشونط اللي علي منا دي كانت بعشرة آآ فرشة شونط تانية هنا طبعا آآ في يعني السوق متنوع وفي كل حاجة تتخيلوها شونط على فكرة كنت تتقابلني كمان لبس جيت عند الشارع ده بصراحة معظم الناس اللي في آآ ما بيسمحوش بالتصوير اصلا آآ فانا هاخد لكم الشارع كده بس هنمشي ونرجع تاني آآ اللانش بوكس ده بصراحة خامته تجنن سواء اللي هو ده آآ طبعا فيه اللانش بوكس وفيه الزمزمية اللي هو الكيس بتاع الزمزمية عشان تفضل ساعة وآآ ده اجراب او الشنطة بتاعة اللانش بوكس بصراحة حلوة خامتهم حاجة عالية جدا مستوردة آآ شغلة عالية يا بنات يعني ده بخمسة وتلاتين جنيه بصراحة يا بلاش حلوين قوي شنطة اللانش بوكس كمان كان فيه شنطة الزمزمية اهي بصوا شكلها آآ فيه كمان آآ آآ المقلمة واي حاجة كان سعرها خمسة وتلاتين جنيه طبعا حاجة قيمة حاجة محترمة جدا الخامات بتاعتها خامات مستوردة شايفين دي طقم على بعضه برضو لو انت عايزة الطقم على بعضه بتلاقي فبصراحة الفرشة دي كانت من الفرشات الحلوة جدا برضو اللي عجبتني هاخد لكم الشرع كده مشي على طول بصوا لان كل الناس اللي انا طبعا آآ منعين التصوير ومش بيحبوا يصوروا وبيكرهوا المصورين كمان فانا هاخد لكم بصوا دي طبعا كلها الشرع ده كده لحد هنا فروشات شنط مفيش جزم ولا كوتشات ولا اي حاجة يعني يعتبر تلات فروشات جنب بعض آآ فروشات من آآ الشنط هنرجع تاني لاني كده انا خلاص كنت جبت لكم اخر السوق آآ مع الحركة السريعة طبعا زي ما انتم شايفين والفرشة دي كانت بتبيع بعشرة جنيه عنده بقى بوتات عنده جزم يعني اللي عايز يقلب بقى وهيلاقي حاجات حلوة ممكن تنفعكم كمان آآ فرشة الشنط دي كانت حلوة عجبتني ليه بقى لاني كانت الجلد بتاعها جلد طبيعي وخامات حلوة يعني مش شنطة وخلاص خامة الشنطة محترمة جدا شايفين الشنطة البيضة دي آآ عملية قوي في اللبس شكلها تحفة وللناس اللي بتحب الالوان البيضة خمسة وعشرين جنيه اي شنطة آآ بصراحة يا بلاش شنطة النهارده بخمسة وعشرين جنيه آآ مش عايزة اي كلام شايفين طبعا بدأت الناس تبقى زحمة لاني آآ الصبح بدر بتبقى الدنيا هادية بقى ورايقة وفي فرشات انتوا شايفين في فرشات اللي هي علي منا دي كانت في فرشة برضو لسه مقفولة وبص دي برضو كان لسه مغط حاجته ولسه معرضهاش وطول ما احنا بالاشيين بقى بتقابلنا الفرشات ده من اكبر آآ الشوارع اللي هو بيبقى فيه بقى كل حاجة طبعا في الايام التانية بيبقوا موجودين وفي نفس الشارع آآ بس الاسعار دي مش هنلاقيه غير في يوم الحد يعني برضو للناس اللي تكون عايزة تعرف وعايزة تلاقي الاسعار دي هو بيبقى اسمه سوق الحد في الروعي والاسعار دي بتبقى تصفيات زي برضو آآ فرشة الصياد بيبقى عامل التصفيات بتاعته والخصومات بتكون يوم الحد بس الفرشة دي اظن كانت خمسة وخمسين جنيه سعرها آآ دي فرشة كوتشياد كان سعرها خمسة وستين جنيه بصراحة آآ كل ما انت ماشي بتقابلك فرشات حلوة جدا في فرشة شاباشب يا جبانات امرت بصراحة خطفت قلبي كده الفرشة دي في قمة الجمال والشياكة هوريها لكم دلوقتي آآ وسعرها مختلف خالص بس هوريها لكم دلوقتي دي كانت فرشة شاباشب بقى على الحاجات كلها والشنط واي حاجة كان سعرها عشرة جنيه آآ الفرشة دي كانت بخمسة وتلاتين جنيه بصو فيها طبعا شاباشب كتير دي بقى بصو بقى الجمال اللي ما بعده جمال خفيفة جدا الخامة بتاعتها تجنن حاجة مستورضة آآ حلوة قوي وسعرها كان عامل كام خمسة واربعين جنيه بصراحة عجبتني جدا والموديلات اللي موجودة عنده كمان تحفة بصو بصو خمسة واربعين جنيه بصراحة يابا لاش اللي عجبني كمان خامتهم والوانهم الوانهم حلوة جدا شايفين دا الرقيق اللي موجود الوش بتاعها خيش اللي هو بيبقى حاجة جمدة جدا يعني اجمد من ال بيتعتبر اجمد من ال اسمه ايه الجلد الفرشة دي برضو تصفيات وكان عمالي نادي بيقول بخمسة وتمانين جنيه اي حاجة ابو مية وعشرة بخمسة وتمانين جنيه هو كان بيقول كده بيقول ابو مية وعشرة بخمسة وتمانين واخر شوية وتصفيات طبعا فيه صناد الحلوة اول اللي هي بكعب وآآ الفلات نزلت هنا بقى من السلمتين دول عشان خاطر اجبلكم الجولة بقى من هنا آآ طبعا هنا فيه فرشات شنط اللي هناك دي كان بخمسة وستين جنيه يا جماعة الشواط اللي هناك دي كان جلد طبيعي وحلوة قوي فرشة الكوتشات دي الناس كانت زحم عليه جدا بخمسة وتلاتين جنيه بس حاجة حلوة جدا يعني الخامات بتاعتها تحفة طبعا ابقوا خلوا بالكم برضو من السلالم لان بيبقى عليها برضو فروشات وآآ بتبقى عليها حاجات برضو حلوة قوي بصوا بقى دي على كان بقى الكوتشات دي كان سعرها بجد لقطة كان فيه موديلات كتير واشكال بقى كتير من الكوتشات دي انا بصراحة عجبتني قوي بخمسة وعشرين جنيه اي كوتش من ده آآ على فكرة عملية وخفيفة جدا وتقد الغرض يعني صراحة يا بلاش فيه برضو على نفس الفرشة بتاعت خمسة وعشرين جنيه دي الكوتشات فيه جزم بصراحة كانت فيها تشكيلة كتير انا كنت بحاول اقرب لكم كده ووريكم الاشكال اللي موجودة آآ الكوتش اصلا خفيف خمته حلوة قوي ده بصوا كان مكتوب عليه ميتين وثمانين جنيه الكوتش اللي انتو شايفينه ده سعره ميتين وثمانين جنيه وهنا موجود بخمسة وعشرين جنيه بصراحة يا بلاش السوريه كمان كل ما بتقلبي بتلاقي لو عايزة السوريه هتلاقي كوتشات عملية مريحة جدا في اللبس كمان برباط آآ عاملة زي آآ هي من برة كده زي شموة والجلت بتاعها حلوة قوي آآ فكل ما انت ماشية برضو هتقابلك حاجات لوقات طبعا شايفين الابواب اللي موجودة من ورا دي طبعا الفرشة دي كانت خمسة وعشرين جنيه بصوا الابواب اللي من ورا دي محلات طبعا كل مرة بقول لكم الكلام دي ان المحلات دي غير يوم الحد بتبقى شغالة عادي خالص وبتبقى محلات بقى مفتوحة والفرشات دي آآ بتبقى موجودة برضو ممكن نلاقيها برة آآ ممكن تقابلنا تبقى في نص يعني في نص المكان آآ يعني بيتغير اماكنهم شوية بالنسبة للايام التانية غير يوم الحد انما يوم الحد عمتا بيبقى دايما مكانهم هنا الناس اللي عايزة تيجي محطة المترو بتنزلي محطة مترو العتبة بتطلعي على طول قدام جراج العتبة او سنترال العتبة بيقابلك شارع الرويعي في وش السنترال بالزبط او في وش الجراج بتاع العتبة على طول والمشوار بيكون سهل جدا لو انت هتيجي رمسيس لو جاية رمسيس انا في كل الفيديو هات بكرر العنوان للناس عشان خاطر تبقوا عارفين المكان بالزبط لو جايين رمسيس في عربيات من عند رمسيس بتوصلك لحد الرويعي اه بالزبط اه الفرشة دي فرشة تانية كانت بتبيع بخمسة وتمانين جنيه اه طبعا انا بقول له ليه مش كنت بخمسة وسبعين قال احنا جيبنا حاجات مستوردة وحاجات موديلات جديدة كمان فحاولت على قد ما اقدر هنا اعرفكم واوريكم شكل الموديلات الموجودة لاني كانت في ناس كتير بتشتري وما كنتش يعني بحاول ان انا مش اظهر اي حد من الناس فسعرها خمسة وتمانين جنيه طبعا انا اللي كنت بكوح معاه والله يا بناتي يعني انا اللي كنت عمل اقول له ليه اه ده كانت بخمسة وسبعين ليه تبقى كانت يعني كانت ارخص من كده بكتير قال لي اه ما عليش عشان اصلا انا احنا جايبين حاجات جديدة واول اسعار كل يوم بتتغير وبتزيد فخمسة وتمانين جنيه طبعا حلوة اوي كاكوتش قيم اه خفيف اه خمته حلوة اوي تنفع برضو للاولاد اللي عايزين يروحوا اه المدارس الجامعات طبعا فيه مقاسات هنا كتير بس لو انت قلت له مثلا على الموديل ده انا عايزاه وعايزة مقاسه ممكن يا اما يلاقيه اما ما يلاوش كانت معظم الحاجات سبعة وتلاتين وتمانية وتلاتين الفرشة اللي كانت جنبه دي كانت بعشرين مش بخمسة وعشرين يا بنات يعني عجبتني بصراحة حاجات كتير هناك النار اه زي ما انتو شايفين وهنا كانت على فكرة فيه كوتشات او فيه فروشات ما كنتش بلاقي الروباط بتاعها فبا كنت بسأله هو ليه الروباط انتو مش بتسيبو قلق الاربطة هي بتيجي كوتشات كده من غير الروباط واحنا اللي بنفضل بقى نربط وطبعا عايزة وقت اه الشبشي بدا برضو كان شكله حلو قوي اه وكده نهاية الجولة بتاعتنا النهاردة اتمنى تكون الجولة عجبتكم يا جماعة الجولات دي فعلا بتكون متعبة جدا ومرهقة فعلا يعني انا والله العظيم كزا مرة برجع في كلامي واقول يعني تعب ومجهود على الفاضي يا جماعة دا حتى اللايك انتو مش بترضو تحطوه يعني اللي وصل لحد هنا اه فضلا وليس امرا يعني حاولوا تحطوا اللايك لان اللايك من غيره الفيديو مش بيتشاف وبيتعدم خالص ومحدش بيشوف الفيديو فانا هدفي ان يوصل لاكتر ناس ممكنة عشان خاطر تعرفوا الاماكن دي واللي مش عارفها اه يعرف اه يعرفها وطبعا كده خلصنا الجولة بتاعتنا النهاردة لو لسه مش مشتركة دوسي على زر الجرس واشترك عندي في القناة عشان يوصل لكم من بيت العيلة الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله وده كده شكل الروعي من برا او شكل شارع الروعي انا خدت الجولة كده عشان اوريكم المكان شكله ازاي طبعا شنطتي اللي مشاركة معاكم الفيديو ومع السلام وبحفظ الله واستنوين الفيديو بجا ان شاء الله اشتركوا في القناة عشان